عصليم ومرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة بالي ماسك انك متعوتوا في كل يوم عنا اخبار واحداث جديدة ومتنوعة بو اليوم مش نحكيوه على النقد الليذع اللي صار بين سمير الويفي ومارين بن مامي سمير الويفي هو البيدي كان بتبيع انقضها وقت اللي حكيت على تطبيق حكم الاعدام وميع القضية ومعتاخذيها بطريقة تشاقنيس وكلو اللي هي بنت المرسى كيف هي الاجرام هذا وصل للمرسى هذا بتبيعها حسب نقده هو يخص وكان هو بتبيع ميع القضية اهو اللي تلبى عليها البلاي كيف نقوله كيف وكعبة حلوة بعد ما انقضها بالبيه بالبيه قالها يعطيك دودا اه يا زح به هوني اه مريم بن مامي ديجا مشيت عديد من الاذاعات ومشيت للبلاتو كيف كيف لسوشيال ميديا ويسألوها نفس سؤال عليه تهجم عليك عليش قال الكلم هذا ديما تتهرب تقول العلم والله كانت ايجابتها الوحيدة وقتها انو اه وقفته معا ومشيت له كتوفى بقوه اول انسانة مشيت له هي من بعد كيف كثر عليها وكثروا عليها بالاسألة في راديو موزيك قالت انو اه مزلت عنده العقدة بتاع الفقر باللي وصل وباللي خذيه اللي يحب عليه وكل اه خذيه امرأة في نوع الاخر لكن ما نجمهاش اخذيه فلوس مش فلوس وتجهره كله ولكن التوى مش حامد ربي ولتوى ما نجمش يخرج من عقدة الفقر هوني كان الذربة سادمة وقوية برشا السمير الوافي اللي خليته ما ينجمش يتحمل ويقول لها في معنى تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك تليم جديد ومنطقة جديد قال لها ما تخلينيش نفض حكوا نقول لك شنوة معنتها حكيت لك وعليش طلقت وكلت انا اقرعوا استاتيوت اللي كتبهولها كيف تنقد موقف او خدمة متاع فنانة ويكون الرد متاع على حياتك الخاصة او اطلاق والعرس والفقر ما تنجم تكون كان حثيلة مستويها منحط لا حول الاقوة اللي بالله وصلنا معنتها للمستوي هذا وللقاول هذا وللكلام هذا ميجيش موش من مستويك مزوز وما تنجمش تناقش في الموقف والرأي والخدمة وما تنجم كان الريق والفضايح والحمام يعني تحب تستدرجني وتعارقني في المستنقع متاحها لانو غادي هي تستمتع وانا نتوسخ ساهل برشا باش نعبت للوسخ ونش بدلك انا زادة عليش انتي طلقت وحكاية اللاك دو وخراب البيوت لكن نترفع ونحترم انك مراه وامو عندك ابنية ربي فضل هيلك واكتفي بالصفعة متاع الممثلة القديرة منانو ردين ولي قتلك الله يهدي سيم الفهري كان خليك في حنود اسبابة احسن بصراحة اقوى كف يفيقك ويفكر كيف اشتخلت للتلفزة بليش موهبة ولا ثقافة وتنزل كل تعرف باش نو خليت لها انت دي جا قلت لها ما تخلينيش نحكي على حكاية اللاك وخراب البيوت وتلاقك وفضائح بعد انت دي جا حتيت في ذهن المشاهد والمتابع انو فما فضيحة خليتها تطلق وخليتها اه تخرب دارها او هي دي جا خربت لبيوت ودي جا قلت لها باش نحكي على حكاية اللاك دو كيف كيف راهي هذي تتسمى فضيحة شهرت بيها لحاول لقوت اللي بالله عليه وصلتو هكا عاليش تنقض فيها من اللول هي هذيك الفصوم بتاعها كيفاش تحكي؟ حسيف وبصراحة تايمة ما عندكش الحق تنقضها نهائيا ما عندك فيها حتى داخل خالتحكي شنا وتحب هي اليوم ماريم كنت ضايفة في راديو يا فايم وكيف كيف ترحوا عليها لنفس السؤال ما عندها ليسوشيال ميديا ماذا بيهم دي ما يختموا بيهم وكانت الاجابة متاحة انا عمري ما كنت متاع في ضايف وستوريات متاعي امرو ما كانوا يجدوا العباد وكانك تحكي على المستنقع انتي اللي تعم فيه للعنكوش وماكش فيق يا سميرا خاطر انا مش بتكش وانتي تميع في قضية نبيلة متاع اغتساب وقتل تحب تردها مشكلة متاع جهويات بيش تخرج انتي البطل وفي هذي عندها الحق هي ما قالت حتى كلمة غالطة تنجم وترجعوا للباساج متاعها في موزيق مسيكنا ما قالت حتى حاجة كيف كيف للباساج متاعها على اللي عملته لايف على المواقع التواصل متاعها كيف كيف كانت معا قضية الاعدام وغيضتها البنية وتبكي عليها عليش انتي حبي تتمي على القضية لعلمو لله بش ديما ممكن يكون اسمك طالع نحب انفكرك اللي انا كنت عندي حوانة سبابة وافتخروا بذلك عما يعطيك الصحة اللي فكرتني كيفاش كنت تزيت وقت بحذية بسوية وجيب تدوسي لاخثر تح الضبوتك وتلحلح فماش امكانية تدخل للحوار التونسي اللي من بعد كيف تعرفت وليت مشهور استعملت اسمك وشهرتك بش بتزيت واستوليت على اموال اللعباء وهذا اثبته القضاء مش كلام في الهواء ريتوا عليش ان قد خايب خاصتان معا تفلونت وغاجه متاعك فك عليك من انك تنقط زميلك او صديقك كنت رايض لابس عليك جيت عميت روحك بعينيك فش قام عليك العمية دي 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 الكل عيب وقاتل وزادة انتي تقول اللي انا كنت نخدم في حانوت اسبابة ونوفر اللي انا كنت هذا كان يكون لي شرف كبير اني نوصل للي وصلت له اي بروك واباش بيها الفنديز خدمة النهار ما فيها عار المهم بشرفها اما نحسك بكلامة هذا تحقر في فئة معينة من المجتمع والفنديز انسان عنده طموع كيف لعبيد الكل او كحتى هوني بديت مريومة تعمل في كلاش بش تقلب عليه الناس الكل اما خسارة خاطر انتي تعرف اللي انا عندي المتريز في البوزاخ اما استنسنا بيك دي ما وفي في حديثك نعلمك اللي الكليم اللي انا قلته ومش من راسي خاطر قدنت بذلك اما انتي كيف بش تقول حاجة رد بالك وشاور المحامي بتاعك مليح اللي هذيك يكون دليل مقبول من القضاة ترسيلك في قضية اخرى امتاع شدم وثلب والقضاة سيكون وفايسل بيننا هوني مريومة يظهر لي خافت من انه الوافيش بدل هدوسيات بو توقيف انتي يمسمي روحك وحش الشاشة علش تكلم في زملاء بش يتدخلوا ويلموا الموضوع يا وحش ايه علش ليلموا الموضوع خير لكم فك عليكم خير ما تتشتوا وترسيلكم كي عائلة الشابي التوى النزيف معلتها ماشي ويتفاقوا انه نقول لك اخسارتك غفاس خطر ما كان عندي معاك حتى مشكل او كيف شديت الحب استأثرت برشا وقلت ربي فرج عليه اما توى فهمت انك حبيت تركب على الحدث وتحرك اسمك على حسيبي وهذاك علش نجاوب فيك وقلت خلي نعاونه شوية وكلمة الختام ونقول لك العبد اللي عنده دودا ما ينجم يركح ولي هاذا يعطيك دودا بو هاذي ايجابة مريوما اليوم على ناقد سامير الوافي بالامس معنى تاديجا تكثر لها وقال لها مش نحكي على فضايحك فلاك وعلى فضايحة تطليقك وعلى فضايحة خراب البويوت برشا حاجات كبيرة اش خليها هي اليوم في الباساجة متاعها تقول له رد بي لك شاور المحامي قبل ما تتكلم لانه بش تكون ايدانا لك انتي وبش تتوقف عليها لانه ثلب وجبت عرض وكل معنى تفهم حاجات يعرفهم سامير لكن هديك امورها شخصية وما عندكش الحق بالحق انك توصل تحكي في عرض امرأة مش بالسهل كيف كيف قالت انه سامير قاعد يدور على الزمناء يقوله متدخل وخلي نقصه الحكاية بو انتي جبتها لروحك يا سمير وتحمل المسئولية كنتوا تكونوا اصدقاء وتقعدوا بالقدر عليش ما غلطتش هي بش انتي تنقضها بالطريقة هديك وتقلب عليها الرأي العام وبالحق حبيت تتميع وتبين اللي هي تحكي بشي هويات لكن الحمد لله نعرف ونفرزوا الكلام بالباهي ربي يهديكم على بعضكم ميجيش معنى تتيح لقدرك في نهاك خاصة في الوسطة متاعكم زملاء واصدقاء على خاطر المهنة تسبوا وتشتموا بعضكم مراه وعيب على خاطر معنى هالفلوس تسبوا وتشتموا بعضكم مراه وعيب ربي يهديكم باي باي لا تنسوش لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس باي باي ترجمة نانسي قنقر